علق سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني علق على لقاء رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالقول إن التواصل بين القيادات بالأمس كان بسبب تواجدهم في جبهة واحدة ضمن قضية مشتركة ومصالح واحدة وكانت هناك مواثيق وأهداف أما اليوم وبعد 2003 و2005 تغيرت المسالات بالعراق والأقليم لذلك فإن التواصل أصبح لغايات مختلفة وبشأن عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى خوض الانتخابات قال ميراني إن الرئيس بارزاني وقع وثيقة الصدر لضمان عودته إلى الانتخابات